الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله أيها الأحبة مشاهدي قناة مدني أيها المستمعون من أبرز الأمراض المستعصية والتي أنهار أمام سلطانها كثيرون هي عادة التدخين أجارني الله وإياكم منها فعلى الرغم من أن المدخن أعلم الناس بمضار التدخين لما يراه من أثرها على نفسه وصحته وماله وعياله ومجتمعه ولكنه لا يملك الإرادة الكافية للإقلاع عنه ففي رمضان ومع الصيام تكون النفس قريبة من الخير حريصة على ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا شك أيها الأحبة أن ترك التدخين هو إقلاع عن ذنب يجب التوبة منه فشهر رمضان المبارك أيها الأحبة كما يحمل رسالة تربوية في التقوى والتهديب والتغيير إلى الأفضل فهي أيضا مناسبة قيمة للتخلي عن العادات السيئة فهو بمثابة الثورة تصحيح على جميع مسارات الحياة وهو فرصة ثمينة لتنظيم الحياة وتخليصها من الفوضى والجمود لمن أراد ذلك أخي الصائم الحبيب كن عونا لأخيك على نفسه ولا تكن عونا للشيطان عليه فانصحه برفق وقو عزيمته بدلا من أن تخجله واحمل لواء مكافحة التدخين في هذا الشهر الكريم كما يعد شهر رمضان اختبارا عمليا يتعلم المسلم منه كيف يهذب من سلوكياته وأفكاره ويعيد النظر في بعض عاداته وتقاليده ومألوفاته كذلك شهر رمضان تقوية الإرادة الذاتية وحسن المراقبة لله سبحانه وتعالى في كل الأعمال وأنت يا أخي العزيز يا من ابتليت بهذه العادة السيئة أرجوك من أجل الله تعالى اقلع عن شيء يضرك اليوم ويضر أولادك في المستقبل ويضر بمجتمعك ما دامت سجارتك تنفث سمها في أجوائه فهيا انتزع نفسك من قائمة المدخنين واندرج في قائمة الأصحاء المعافين وفقني الله وإياك على ترك الذنوب والمعاصي واغتنام ليالي هذا الشهر الكريم في الطاعات والعبادات إنه على كل شيء قدير مشاهدي قناة مدني نرحب بكم في قناتنا قناة مدني الإسلامية الفضائية قناة مدني تدعوكم إلى مشاهدة برامجه تدعوكم لمشاهدة برامجه سواء من دروس أو من حكم أو برامج صباحية أو مسائية سيدي أمير أهل السنة الشيخ محمد إلياس العطار القادري حفظه الله تعالى يلقي الدرسة كل يوم بعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء حصريا مباشرة على قناة مدني فندعوكم إلى مشاهدة هذا البرنامج نسمي هذا البرنامج ببرنامج مذاكرة المدينة فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المحبين صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم